تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الداخلية خلال الـ 24 ساعة من ضبط 454 قضية تمونية بمضبطات بلغت نحو 124 طن وفي مجال الإسلاء على السلع المدومة فقد تم ضبط 7 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية فقد تم ضبط 100 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 17 طن حديد تسليح وأسمنت وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 712 قضية من بينها 201 قضية خبز ناقص الوزن و192 قضية خبز غير مطابقة للمناصفات ترجمة نانسي قنقر